إلى الأبراج أنه هذا ميدان ناقي فرح كنت عم تحكي أنه في عصر الدلو اللي نحن فيتين فيه شو هي الأبراج اللي رح تتأثر مباشرة بعصر الدلو هي أربع أبراج لح تكون هي السنة بقلب إذا بدك التغيير يلي هي ثور الأسد العقرب والدلو يلي بيشكلوا بين بعضهم مربع إذا بتاخد السير بتشوف أنه الدلو هون الأسد هون العقرب الأسد والعقرب والدلو بيعملوا أربعة كسكوير إذا بتاخد نقطة مربع مربع بين كل برش الرابع هني مؤثرين جدا بتغيير وانقلابات حتى بحياتهم بهالسن طبعا مع التفاصيل مثل ما قلتلك تفاصيل الكتاب كتير كبيرة اليوم ما رح نحكي عنهم هاي دي لرس السنة توقعات لكل الأبراج طبعا بس الكتاب صار بالأسواق يلي بدي يسبق بيقرأ قبل كل الناس أو بياخدوا كمان على الابليكيشن بيادروا يشتروه بالعالم كله بالعالم بيحبوا يعرفوا وينه أو في طلبوه من لبنان في مواقع تنطلب من لبنان ياخدوا الكتاب إلى الخارج مع أنه هالمرة كتير كبير الكتاب طلع كتير كبير معرفت ليه ما حبيت شيل منه مع أنه كتير كتير كان في شغل هاي دي أكبر كتاب من بين كتب السابقة أكبر كتاب 648 صفحة تقريبا قدمتوا بالمؤدمة للاستاذ دلال أبو غزيلي اللي قدمت له الإهداء بالكتاب لأن كان عندي مؤابلة معه وتأثرت بيه اللي عم بيقوله والكتاب إذا بدك بيحوي عن كل هالمواضيع في أربعة بدون يرتاحوا من بلوتون كانوا صار لهم عشرين سنة تقريبا بلوتون عندهم هني الجدي الميزان الحمل والسرطان هدول الأبراج في عندهم كمان إذا بدك نوع من الارتياح من معاكسة البلوتون لألون بالجدي هي اللي كانت قوية بعض الأوقات ومش قوية بأوقات تانية الأبراج بدأت تستفيد من دخول عصر الدلو هني الميزان والجوزقة لحيستفيدوا من دخول عصر الدلو طبعا وعندك طبعا في عندك سنة فيك كتير تحديات الأسد والعقرب ولو أنه بيطلعوا مننا كتير منتصرين مين أكتر أبراج منيحة مين أكتر أبراج أقل نشوفها هذي طبعا أول السنة اللي أخذ كتاب سبقنا كلنا بدي أسكر شغلي أنا قبل ما أفوت على قناة الجديد أنت توقع تيلي وقتها كان فيه اتصال بينتنا وقلت لي نتور بواحد أيار اتصال وفعليا صبح بواحد أيار صار فيه صار بذات النهار أكيد فاليوم لبرج العزراء شوفينا نطمنهم نحذرهم لا منيح العزراء بالعكس العزراء ما عندهم معاكسة فلاكية أبدا ما بيتأثروا بالميزان؟ بتأثروا بالميزان؟ لا الميزان برج هوائي هنا برج ترى يعني اللي خلقان بآخر شهر العزراء؟ مش هو يعني أول ديكون أول أيام من البرج بتأثر بالبرج القبله يلي خلقان بآخر أيام من البرج بتأثر كمان بالبرج البعده يعني هيدا شي بكرة شي مرة بدي أعملون لحاله ونكتاب لحاله بس ما عم بلحق كتاب هالأدي كبير قدي بدي لحق كل سنة أرجع أعمل غيره وتوقعات في توقعات يومية عدا أنه أنا على الابليكيشن متل ما بتعري في اليوتيوب لازم تقولهم اشتركوا باليوتيوب اشتركوا باليوتيوب اشتركوا باليوتيوب في ملايين عم بيفوتوا في عنده مشتركين كتار فوق المليون واربعمية مليون وخمسمية بس كمان الاشتراك كتير من منيح أنه يشتركوا بسيدي جيون كل مرة شوفوا في شي جديد يعني والاشتراك مجاني أما الأبراج اليومية يومية فهي على الاب كمثل ما الكتاب صار موجود ديجيتل فيهم يخدوها هلأ بكل بلدين العالم والسنة قبل أي دراس السنة عادةً بتأخر فيه بتنصح الجيل الجديد ماجي فرح أنه يفوت بعلم الفلك ويتخصص بعلم الفلك إذا عندهم الرغبة وعندهم القدرة وبيعرفوا بيحبوا يتعلم وعطول لأنه ما بيخلص العلم فيها بدل واحد يتعلمها وإذا عندهم اللغة الحلوة إذا عندهم الحضور يلي بيساعدهم هدا كله بده كله ميكساج أكيد ليش لا بالعكس بينطلب منك تفتح أكاديمي لعلم الفلك يطلبوا مني يتعلموا ولي